ولازم نعود نفسنا على أن احنا نقيص المستقبل على جميل الماضي لأن الجميل سبحانه وتعالى لا يقطع عوائده سبحانه وتعالى فربنا مش يقطع عنا عوائده وعشان كده أهم حاجة في الموطن ده أن الزوجين يكونوا عاون لبعض على الاستمرار والتقدم ولا بأس أن كل واحد فيهم يكون أيقونة الأمل ويكونة التفاؤل في حياة التانية وده شيء مهم جدا 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 في الحياة الحاجة اللي بعد كده تقييم الأداء وتحسينه وطول ما احنا ماشيين في طريقنا المساحات والأهداف المشتركة محتاجين أن احنا نعمل ايه؟ نفضل فكرنا ومنبهين نفسنا عليها ونفضل حطنا عندنا ولما ننفس حاجة نقسها على الهدف اللي احنا حطينه عشان نبقى ماشيين دايما ونبقى عارفين أن احنا ماشيين دايما وفقه مراضي الله اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا ورنا في الجواز وهو المواد والرحمة والسكينة فما ينفعش بشكله من الأشكال أن احنا نفضل نتحول لآلات أو لعبيد للأهداف والخطط لكن احنا عبيد لله سبحانه وتعالى فلذلك لازم طول الوقت نذكر نفسنا ده فما ينفعش نتحول لآلات وعبيد للخطط والأهداف لكن لازم ماذا؟ لازم نتقدم بشكل واضح في هذا ونقيم نفسنا هل وإحنا ماشيين في الطريق ما زلنا نذكر الله سبحانه وتعالى ما زلنا لم نتحول لآلات وعبيد للخطط والأهداف ولا إحنا لسه على حالنا ده فلازم نتقدم ولازم نمشي يبقى إذن ما ينفعش نتحول لآلات وعبيد للخطط والأهداف لا الخطط والأهداف دي وسيلة وسيلة والهدف نفس وسيلة لله سبحانه وتعالى وسيلة للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وهي العيش وفق مراد الله سبحانه وتعالى هو ده الهدف وهو ده المراد إن احنا نعيش وفق مراد الله سبحانه وتعالى يبقى احنا لازم نكون فاهمين ده فهم صحيح ولازم ببساطة خالص فمش من العقل ولا من المعنى إن احنا عايزين نعيش وفق مراد الله فمش من الهدف ولا من المراد إن احنا نمشي في الوسيلة دائما لكن الحكمة بتقول إن احنا ما ننساش أبدا مراد الله سبحانه وتعالى والغاية الكبرى ونفضل مركزين مع الوسيلة لدرجة إن احنا نفضل ننهى سراها وندخل في صراعات ومحدش فينا يبقى حاسس بالنتيجة لما نوصل ده ولازم نتخلص من كل التوقعات اللي موجودة ومرسومة في شريك حياتنا بدل ما يبقى فيه مشترك هيبقى فيه عراق لكن لازم نذكر نفسنا دايما إن غايتنا هي مراد الله اللي بتتجلى في حياتنا الأسرية في المواد ده والرحمة وكمان السكينة وخلي بالك كل ما يزيد المشترك بينك وبين شريك حياتك كل ما تشعر بالاكتفاء والامتلاء والرضا ومش هتحتاج إن أنت ترجع الاحتواء بديل خالج الأسرة لأنه يكون شريك الحياة مالي عليك حياتك وزي ما قال الشاعر بقى الدين زهير عن زوجته بروحي من أسميها بستة فتنظرني النحات بعين مقتي يرون بأنني قد قلت لحنا وكيف وإنني لزهير وقتي ولكن وادة ملكت جهاتي فلا لحنا إذا ما قلت ست يا سيدا مهارة صناعة المشترك دي مهارة من أرقى المعارات توكلوا على الله وأقبلوا على الله وإيشوا بالمهارة دي هتوصلوا للحياة الطيبة إلا الله سبحانه وتعالى ذكرها في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة اللهم ارزقنا الحياة الطيبة واجعل حياتنا مشتركا يوسع حياتنا ببركتك وبنعمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واجعلنا دائما في عونك وفي رضاك يا رب العالمين